اجتمع سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة وزير السياحة بالوكالة مع السيد زاروب بولتكشفي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في بداية اللقاء كدى سعادة وزير الصناعة والتجارة أن مملكة البحرين أولت اهتماما كبيرا بتطوير منظومة متكاملة للقطاع السياحي وفق أفضل الممارسات العالمية باعتباره محركا رئيسيا لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتنافسية وبحث الطرفان خلال الاجتماع دور قطاع السفر والسياحة في انتعاش الاقتصاد العالمي وضرورة بناء أساس أكثر شمولا واستدامة لنمو القطاع السياحي وزيادة دور العوائد الإيجابية لهذا القطاع على المجتمعات والأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص إضافة إلى تسليط الضوء على مقومات الجذب السياحي والتعريف بما تتمتع به البحرين من عوامل سياحية وتراثية وثقافية وعائلية تجعل منها وجهة رائدة للسياح كما بحث سعادة الوزير مع الأمين العام سبل التعاون في مجال توفير تدريب عملي لبعض التخصصات في القطاع السياحي بالمكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية ومكتبها الرئيس إضافة إلى مضاعفة الجهود المشتركة لتنمية القدرات السياحية في المملكة وأطلاق برامج وخدمات سياحية مبتكرة بشكل مستمر وأكد فخر حرص الوزارة على بناء جسور شراكة مثمرة مع مختلف المنظمات الدولية المعنية بالسياحة وفي مقدمتها منظمة السياحة العالمية والتزامها بمواصلة دعم جهود المنظمة في تفعيل الخطط والاستراتيجيات لانتعاش القطاع السياحي بدول المنطقة ترجمة نانسي قنقر